بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله سلام عليكم حبيبات قلبي سلام يا الزينات يا الغليات مرحبا بكم معايا في هدلا فيديو جديدة لان شاء الله تلقاكم بخير وان شاء الله تلقاكم هنين مرحبا بكم معايا في فيديو الناشاط فيديو تفحفح فيديو انقام فيديو الطاقة الايجابية ان شاء الله حيبات قلبي نحفزكم ونشتكم معايا بالاضافة الى وصفة تعبيتزا اخياتي ركريحة تحضرها في اقل من نص ساعة بدون اختمار بدون عجن ولا دلك ما تنسونيش بتشجيع لبنات بجامل لا فيديو ويلا معا بعض نشوفوش جبت لكم نهار اليوم في البداية يا خياتير انا رايحا نشارك معاكم تنظيف الحمام تنظيف جد جد عاميق للحمام هناكي مرة كنت شوفوستعملت الكخشغ ديالي الأسيت درت له الماء انا رايحا ننظف الحمام ديالي لبنات بريتلا وحدة علمة يعني صدقوني ريتلا وحدة علمة كانت كافية باش النقي البلافون ديالي والنقي يعني زجاج النقي للأرضية يعني كي مشتوا معايا بزاف اخوات رامي حوسوا عليه واخيرا رايحا متوفر راني جبته لكم رايحا نشارك معاكم كل حاجة بالتفصيل ابقوا معايا برك في المتابعة هناش تقدمكم على عينيكم خياتي هادو كليتاش الكحولية يعني كي مندوشو كي بقوا هاقدك شتو كيفاشي يوليك شغل كحل ميديتي يعني نعتدر منكم على هادو الأوسخ ما احبيت نشارك معاكم كي ما يقولوا روتين حقيقي باش شوفوا يعني التنظيف لانو اذا كان حالة نقية ونضفت بيك شغل ما درناوالو شوفوا هنا يا بعد ما نضفت كنت في كل مرة يعني نشل هادوك الليبوني هادو هادوك الليشيفا يعني في كل مرة كنت نشلو ونعاود نبلاسه دونك بلا ما استعملت هنا في الحيوط ولا في البلافون ما استعملش كامل مواد التنظيف هنا يا وين كاين هادوك الليجوان تعلى فايونس تاني عندنا شوية كحولية وتم تاني المكان هادك تراكم فيه بزاف الأوسخ نحيت هادوك الشيفونة واستعملت فقط لابوس هنا عزجاج تاني عاود رجعت هادوك الليشيفون تاني هنا هاقد دايا ونقيت وش نقولكم خياتي يقضي على الترصوبات يقضي على الكالكاغ يقضي على الميديتي الكحوليات زنجير هاداك بلا ما استعملوا مواد التنظيف يعني وش نقولكم الكخشغ هادا رحمة كبيرة كبيرة ويعاون بزاف التنظيف بلا ما نستعملوا كما قلت لكم المواد تاع التنظيف سيقتول للناس تاني اللي عندها الحساسية والحاجة المليحة في الكخشغ هادا الأسف خواخيتي يعني نقلو به في جميع أماكن تاع أرجاء المنزل سواء هاكدا الحمام الكوزينة تاني يقضي حتى على أصعب الدهون اللي تكون في الكوزينة وكو على بلكم يعني الأوساخ جينيرال مونت تراكم بزاف بزاف في الحمام وفي الكوزينة وسيقتوا يعني الدهون اللي تكون في الكوزينة في الفايانس ولا في الحيوط تاع الكوزينة في الزليمان وكامل دونك يعني ينقي ما شاء الله الآن إذا كنتوا حبين مثلا تنظيف سريع جدا هنا نقدرو نستعملو مواد تنظيف ديالنا كما شتونا هنا استعملت ستيك جاويل موسونت هذا ديالي هذا أنا باش يعاوني باش نقي يعني في وقت قاسر وبسرعة هادوك اللي جوان اللي كانوا كحولة هنا في اللرد يعني في لادال دوسون لذلك استعملت مواد التنظيف في نفس الوقت باش نقولكم يعني لي حب تستعمل مواد تنظيف تقدرو تستعملوهم ومشنو ما تستعملوهمش داخل الكاخشيغ ديالكم يعني ما تخلطوهمش مع هادوك المال يكون من الداخل رح يفصدو لكم الكاخشيغ ديالكم يعني اي مواد تنظيف حبينا نستعملوها مثلا هاكدا جاويل ولا ما على باليش أنا ولا لا فصول إذا كنتو حبينا تسيقو به جامي ما تديرو مواد تنظيف ديالكم داخل ونحطوه ولا في المكان ونحطوه في فيه الماء تم دونك مواد تنظيف نستعملوها مباشرة على الأسطح هنا تاني خياتي حبيت نشارك معاكم يعني كيفاش يمدلنا لغوبيني ديالنا كيفاش يقضي على الكالكاغ هنا كنت نقيت كامل لغوبيني ديالي بعد هنا وين كنت نشوف شوية صفورية وكامل كنت نستعمل شوية جاويل موسانت تاع الستيك ومبعد النقي به هاوليك هنا شوفوا يعني تم تم يقضي لكم على هاديك صفورية ولا كحولية ولا يعني كالكاغ عندكم وش نقولكم يعني كين بزاف أخاواتك سبولي أني كنت شاركتوا معاكم يعني يعني رغم على بلهم هما وش أني نهدار وعلى بلهم يعني كيفاش ينقي وينقي جميع أنواع الأسطح كي ما قلت لكم لا فايانس الزجاج شوفوا هنا مم اللبوا وشنو فقط هاقدا وين عدنا أماكن مسبوغة سيقتو إذا كان نقينا بدرجة هديك البوخار اللي تكون عالية بزاف كين كنو نقيو باركزام على حيوط لي مسبوغين ولا هاقدا بيبن لي مسبوغين شغل ما نبقوش ندركو غير على هاداك المكان واحد شغل نطفو ونحركو الكاخشاغ ديالنا هاقدا باش ما يفسدناش أسباغة دونك هادو ما بعض النصائح اللي نقدر نمدهم لكم خياتي باش تقدروا تنطفو بالكاخشاغ ديالكم هنا يا كامل بعد ما كملت هنا طبعا كنت أنا نقيتها ولكن برك باش نمدلها لابريانس للمرايا ديالي درت لها شوية من لاف فيتر تاعة ستيك وبالنسبة للمبل هادا ديالي اللي هنا تاعة الحمام اللي هرافض لي كامل مواد التنظيف ديالي نقيتو برك هاقدا بهذاك الستيك المتعدد للاستعمالات مورفا دايما نشاركو معاكم يعني نقي روعة خياتي يمدلي تاني واحد لابريانس بزاف هايلة وفي نفس الوقت يقضيلي على البيكتيريا هنا دوكاف الاخر كامل بعد ما نقيت الارضية ونقيت هادو كل يجوان تعلا دال ديال سول وش نقولكم الحالة ولا تتفحفح هنا برك باش نعطر الارضية ديالي دلت شوية ستيك لاف سول هادا البيض هادا نتعجبني بزا فريحتو دلت غير شوية كي ما قلت لكم تاني كي تحبوها كده تستعملوا لاف سول ولا ديروا مباشرة على الارضية ديالكم وجوز هاقدا وش نقولكم واحدة فحفح واحدة النقا واحدة الطاقة الايجابية واحدة الراحة نفسية وش نقولكم يعني المهمة كنت عارفو اخيتي كيفاش يعني كنقى وما كان في المنزل سيختو كنديرو هاقدا تنظيف عامق كيفاش يعني نحسو رحنا ناشطين ونحسو رحنا الموغال تعنا يكون طالة هنا في الاخر كامل تاني دلت هاد بلوك بلو تعال ستيك تاني هادو ما يحمدنا هادك الماء اللي بيد داخل لاشاس دو دينا تعطوالات اعزكم الله وفي نفس الوقت رح يقضي ونا على الكالكاغ والترسوبة اللي تكون في المرحاد اكرامكم الله هنا في الاخر خياتي هادوك اللي نقينا بهم هاملك كنكملو كامل تحبو يا اما ترميوهم داخل لاماشين الافي ديالكم انا هنا شوفوا نقي تنبرك بصابون طرف لسافون دو مرسي تعطو بصيل شوفوا الارضية ما توسخت ليش بزاف لاني كنت نتوايتها بيان وكنت نقيتها دونك هاد القطعة الكبيرة ولا هاد لشيفون الكبير هاد راهو شوفوا يعني ما توسخت ليش بزاف ولا هادك لشيفون هادك صغير اللي نقيت به البلافان اللي نقيت به الفايانس نقيت به الزجاج وكامل شوفوا كيفاش الدبغ كيفاش تملمد ولا كامل كحل مي دو كين دلو رغوا بصافون دو مرسي تعطو بصيل شوفوا راح يولي يشعل الشعيل على بلكم صافون دو مرسي ما كاش ما احسن منو يعني هاكدا في التنظيف سيختو في اصعب البوقع يعني يخرج ما شاء الله كنت قادرة من تعبش روحي كامل كنت قادرة نطليلهم برك صافون دو مرسي تعطو بصيل ونخليهم هاكدا كحوالي نساعة ولا سواعة ونبعد نشلهم راح يخرجوا يشعلوا ميانا فضلت نوري لكم هاكدا النتيجة على السارع بلا ما نخليهم بلا والو شوفوا ولاو اجدد ولاو يشعلوا اشعل دو كعاني رايحة نشرهم باشي نشفولي ونوري لكم تاني يشوفوا النتيجة في الاخر شوفوا هاكدا لغوبيني كيفاش ولا يبري اخرج يشعل شعل لبنات نوري لكم تاني الارضية هادوك لجوان واش نقول كحولة المهم صال دوبا هنا رايحة زغرة رايحة تول واش نقول لكم البلافون تاني اللي كان في حالة كان كحل لبنات بلا مواد تنظيف بلا حتى حاجة شوفوا معايا اخرج ما شاء الله خرج روعة تنظيف يعني عاميق باقل جهد وبي يعني ماستعملش كما قدتكم بزاف مواد التنظيف وايضا حتى كمية علماء ماستعملش بزاف كمية كبيرة ريت لها واحدة ببرك ليدرتها يعني استعملت نصريت لفل وخلاص لي وستنصريت لها واحدة اخرى كما يقولون يا سيزمان يمزنق يلو كان يبقى بيانسوق بعد ما كملت صال دبان اكيد منشح نخلي الحويج هاكدك في السلة لازم نديرهم داخل الماشين هنا شديد الحويجات رميتهم داخل الماشين صورتكم يعني الويكان داكو تعرفوا تدوى شتاع الويكان دوقع دونك الحويج يكونوا يكونوا درتهم داخل الماشين استعملت لايف تعصف عن دو مارسي هادو البياد الكبار هاكده باش يشد لكم وفي نفس الوقت حيس قام لكم موان شغ مؤخرا صورت مارسي تعال لايف وش نقول مريح تورا يتهبل يا البنات ويخرج ما شاء الله ما نش عرف ولا حسن في النوعية عجبتني بزاف الريحة ديالو طبعا مران نستغناء على تاني وش نقول الريحة هبال هبال يا البنات تاني من بالنسبة للايف خياتي سواء صفان دي مارسي ولا يجي خاتر وبوش واحد يكفيني باش نغسل الحوايج ديالي نصحكم البنات بهم تجربوهم ورح تشوفوا النتيجة بعينيكم هنا بالنسبة الحوايج درت لهم بروغرام تعم ميكس وخليتهم يتغسلوا مقبل ما نشارك معاكم وجبة الغداء ديالي رح نشارك معاكم كل التفاصيل تاع الكاخشاغ اللي نقيت به الكاخشاغ الأسي تخوى هاوليك هنا راه أمامكم هذا هو يعني لنقي بالبخار نقي به كامل الحيوط نقي به الأرضية ديالنا يعني مش فقط ينقي ويعقم شوفوا هنا خياتي راه ماد جرماني هذا ماهوش تعلاشين ولا راهو دوريجين راهو حر هذا أخواتي وفرتهن على باج فيسبوك وإنستغرام بالنسبة شوفوا السعر ديالو دي ربع ملايين وسبعمية يعني شوفوا السعر صراحة كما يقولو غالي شوية ولكن كين شوفوا النتيجة تعتنظيف ديالو أن النقي بلا جهد وبكمية قليلة تعلم وخاصة الناس اللي عندها حساسية من مواد التنظيف دونك السعر ديالو والله كيم يقولو ما شيخ صار سيغطو يعني إذا كانت أي وحدة خدامة وتقدر تكسبو نقول لك تقدر تستعملي حاببتي وتقدر تكسب إن شاء الله بالصحة ولهنا إن شاء الله كيم يقولو ما تبخريش على روحك راح يعاونك بزاف بزاف هاد الكار شاغ نستعمله يتو الصخرة هو سهل بزاف تنظيف ديالو يعني وش نقولكم عجبني بزاف بزاف وممكن سيقو به الارض كامل ما يخلني نشهد كشهو بيا فالارض ولا كشهو لرتبا شاهبة ولا يعني ما شاء الله وعدنا هذا تاني لنقو به المساحات الصغيرة هذيك القطع الكبيرة نقدر نقو بها عفوا لبنات تحت الحيوط يعني ماشي براك غير الارض هدا هو لفيلتخ ديالو هاوليك دوك الاسيد هو هادا راه نوعية جيدة راه احسن من الاسيد ديالو البنات هناشوفو هادو ما اللي بغا ديالو اللي راه طوال ما شاء الله يعني ستقون يتقدروا تنقي الحيوط ديالكم الفوق كامل لما تستعملوا للسلوم فيهم هنا براك شوفوا هاد اللي بغا هادا راه شتو يعني زيد وين قص تستعملوا على حساب المساحات لو كو حاب تنقي وها في تقريبا دو متر وعدنا هاد لابتيت بغوس اللي نقدروا نقي بها هاك دا غير بها دوك اللي بغوس عند هادو هادو الاسنان هادو كل هادو لابغوس اللي فيها وش نقول لكم جاي نياب سين بزع بزع هادا لوشيف عندها هادي تاني لها كو نقي بها فصال دوب نقي بها الحاوف نقي بها الفوق دي ان شاء الله بإذن الله حزين نشارك معاكم تنظيف اخرى بإذن الله وعدنا هادو لابتيت بغوس هادو اللي محين هكبار لبنات هايل في الجوا كيما شتو في الأرضيات في الحمام وين كين الأوسخ تتراكم يعني تنحين كامل الأوسخ هايل بزع بزع مام هي هادو لابغوس يعني المشاط هادو اللي فيها جاي نياب سين نقي روعة روعة وشتر ودي اللي فيه زج رودي كبار وفيه روضة ثاني صغيرة وهاولي كرأس الحربة ديان دونك الفيلتخ شوفو يجي هنا في هادو المكان وهدك هو المكان وين عمرو الماء كيما شتو معايا هنا شوفو الخط تاع الاخر الكابل تاع تيري سيتي هدك لابخيز الخط تحت ثاني طويل الله يبارك يعني نقدر تنقل به بكل أرياح في أرجاء المنزل مام هدك الفليكسي بالتاني طويل فيه وقل تقريبا واحد دو متر معا زدول هدك لابخيز صدقون يكو راح يتنقي و المنزل ديالكم آه لازم يجين يكم شكامل وزيد خياتي خفيف خفيف مام كي تنرف ديه ولا ما ما هو شكامل اتقي لكو شتو من شعل ون ونطفيوه عندكم هد القفلة الصفره باش نتحكم في درجة على ديما كي نجو نبدلو لازاكسي سواغ نهبطو القفلة هدي كامل التحت بس كي يخرج واحد لازاكسي سخونة على خطر غير تعبز علاوين يعني نخرج لازاكسي رايح تخرج لازاكسي سخونة دونك ردوا بالكم مقبل ما تبدلو لازاكسي سواغ ديالكم تغلقو هدي القفلة والحاجة المليحة في انو كامل لازاكسي سواغ ديالو هو لي يرفضهم شوفوا دونك ما مش حيدي مكان اللي باش نخبي وهو لا مكان للتخزين ان شاء الله اي وحدة رايح يحب ان شاء الله تقدروا تكسبوه ان شاء الله تتحقق الامنية ديالكم اخواتي اسهل واسرع وصفة ديفو نحبو هاكدا بيتزا مي هادك الاختمار وكامل يدينا الوقت ولا ديفو هاكدا كما انا كنت مع الميناج يعني صراحة نسلكتني بزا بزا جي خفيفة جي هايلة شوفوا البنات جي ما شاء الله يعني كما نقول شغل تشبه تقريبا البيتزا اللي ندرو ها قبل مغرفة صغيرة خميرة الخبز الفورية ما تكونش مع مرها بزاف وعدنا مغرفة صغيرة تاع السكر نخلطوهم هاكدا بالمغرفة نخلو هاد الخليط هادا تكوتي لتون يتفعل شوية هادك الخميرة نوجدو المواد النشفة دينا هنا عندي زوج كيسان تاع فارينا ليحبو مقادير مضبوطة عدنا 250 جرام تاع نغربلو الفارينا مع الخميرة نزيدو عليهم مغرفة صغيرة تاع الملح نخلطو هاد المواد النشفة هاكدا مع بعض هنا عاودت وليت للسوائل هنا نخلطو شوية هادوك سوائل دينا احش تشوفو هادا السكر دي بالخميرة بدات تتفاعل نزيدو عليهم زوج مغرف كبار مع مرين تاع زيت انا استعملت زيت الزيتون وعطتني دوق بالزفايل تو نفرغو هاد السوائل على النواشف اديان وهنا ما تحتاجي لا بيتخال لا دراب لا يعني غير بالملعقة راك رايح تحضري هاد العجينة هادي هنا نزيدو هاد المكونات دفعة واحدة انا حاولت نمدلكم مقادير مضبوطة هاكدا بيش اقل من سبعة دقائق هاكدا كلا تكون وجدت العجينة ديالك هنا جبت سنيوة لفيها تقريبا 28 سنتيمتر تقدر تروحو لحت البلاتو اللي فيه القطر ديالو 30 سنتيمتر دهنتو بشوية زيت رشيت عليه كمية صغيرة تعال السميد هاد كرقيق نمشي وهكام المليح وننحو هاد السميد الزايد اذا كان استعملنا كمية كبيرة وبعد مباشرة نفرغو الخاليط ديالنا داخل السنيوة هنا في نفس الوقت شوفوا معايا البنات القاوة راح تكون كشغل جارية ولكن متماسكة نوعا ما كشغل جارية فتقل فلا ما تكون هذيك الجارية خفيفة بزف مهم جدا هاد القاوة المهم اخياتي اذا كان وزنتوا المقادير اللي مديتهم لكم راح تتحصلوا على نفس النتيجة اهنا بلا سباتشول وبرك بالملاعقة نمشي الخاليط ديالنا حتى نوصلوه لكامل الحاوة بتاع سنيوة ديالنا نعف نسقموه برك مليح نوصلوه مليح للجوانب ومبعد هنا نجيبو سلسة طماطم انا حضرتها في الدار اكتبو في اليوتيوب سلسة الطماطم كويزين سامير ديال وح تخرج لكم الطريقة تاعي في التحضير ديالها حتكون سهلة وسريعة ويجي بزاف هايلة ويجي خاطرة كما راك تشوفوا معايا هنا مهم جدا سلسة الطماطم اللي نستعملوها تكون خاطرة وكي نديروها نمشيوها مليح ونخليو حوالي واحد سنتيمتر على الجوانب هاكدا بش ما تطيحناش على ليكوتي بش ما يعني تتحرقناش وما تلسقناش البيتزا ديالنا في السنيوة اهنا من الفوق ديرو وش عندكم انا كات عندي شوية فيونداشي دوزنتها بشوية ملح شوية فلفل لكحل درت لها بصل بودرة توم بودرة ودرت لها شوية تعزيت خلطهم مليح ودرتها هاكدا من الفوق قطع صغيرة تعال الحم المرح زيت لها الزعتر البري ودخلت سنيوة ديالي للفرن اللي كنت شعلته من قبل دونك الفرن يكون ساخن على درجة حرارة ميتين درجة مئوية كين شوفوها راهي طابت يعني الجناب بدوي تحمر شوية نعود نخرجها وندلو لها كمية تعال جبن المبشر اللي نحاول يعني ديالو لانو الجبن قد ما يطول في الفرن راح يولي يابس ويفقد كما قد تكون مطاطية ديالو ويفقد حتى البنة دلت حبت زيتون انا نحب زيتون الاسود من فوق ما كان عندي كان عندي غير هدك لوفيولي دلت حبت من فوق وعاود ترجعت ها للفرن هنا شعلت من الفوق وطلعت سنيوة ديالي للفوق باش مباشرة تنهدك الجبن ايدب وبلما يطول لي يعني داخل الفرن لحوالي ها دك زج دقايق ثلاثة وهاي لك شوفو هنا ما لسقط لي في البلاتو ديالي ما والو ندير عليها ها رشة زيت الزيتون حيعطي ها بالنا بزاف ها ها شوفو هنا كيف باش خدت هديك التحميرة يعني خرجت تشهي ما شاء الله وهنا دو كما بقالي بركن نقسم هالكم باش تشوفو البيتزا ديالنا بيتزا اكس بيتزا سهلة وسريعة بالعاجينة السائلة شوفوا معايا النتيجة يعني والله غير تسلك هاكدا مع ميناج ولا كنت يخد ما ما دخلت شبكري ولا دي فدراريتش هاكدا بيتزا وما عندكش الوقت يعني رايحة تحضريها لهم هي طبعا ما هيش رايحة تجي كما البيتزا اللي نديروها بالعاجينة العادية ولكن راح تجي تاني بزاف ابنينة وخفيفة وصلنا للنهاية تعل فيديو تعلن تعل نهار اليوم انشاء الله يبقى تقلبي المحتوى اليوم ويكون لاعجبكم ما تنسونيش بجامل لا فيديو اخياتي انشاء الله اذا كان جربتوا هاد الوصفة تعل البيتزا ما تنسوش تشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام نقولكم بشاهدكم في الجنة قلكم احبكم في الله في امان الله